شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا الماشاط في مؤتمر بعنوان تضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة وأكذت الوزيرة في كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرنس أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية ولقد شهدت المؤسسات الدولية بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات وتتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئيسية للتنمية المتكاملة للريف المصري حياة كريمة التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية في 4500 قرية